بسم الله الرحمن الرحيم أخواتنا في الله عوائل الشهداء والجرحى عوائل الأسرى والمطاردين الحضور الكريم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته نلتقي في هذا المحفل الكريم لتسجيل موقف مساند ومناصل لضحايا التعذيب والإجرام الخليفي معاهدين إياهم بأننا معهم ولن نتركهم بين ثنائي الإجرام الخليفي السعودي الحضور الكريم إن هؤلاء الأحبة ضحايا التعذيب في الطوامير الخليفية قل قاسوا ما قاسوا من صنوف التعذيب الوحشي على يد سورة لا تنتمي للجنس البشري ولا تنتلك ذرة من الرحمة الإنسانية إذنال خير علمائنا وشبابنا وأخواتنا ما نالوا تحت إيدهم الموغلة في الدم والمتعطشة لتمزيق أجسامهم وكسر إرادتهم لقد أراد الدكتاتور حمد وعصابته المجرمة من خلال اتباع سياسة التعذيب الممنهج والمدروس بدقة عالية والمضعم بالخبرات الغربية الضليعة بممارسة أساليب هدك الكرامة الإنسانية وتعميق الأذية الجسدية أن يحطم توكل المواطن البحراني الثائر بالله تعالى ويمحي من وجدانه حبه لوطنه وشعبه ويقضي على إيمانه بنهج الثورة المسلسل لعروش الظلمة إذ أراد من خلال جلاديه أن يزرع الرعب واليأس في قلوب الأسرى والأسيرات وأن يحبط معنوياتهم ولكنه فوجئ مع أسلامه المرتزقة بشبان ورجال ونساء وأطفال وشيوث لا يعرفون للإياس طريقات ولا للتراجع منهجا ولا للإستسلام معلما فكانت صرختهم الثورية تحت سيات الجلال تدوي في الآفاق وترعب الطغاة وتزلزل عروشهم علمونا بصدق معنى الصمود ومعنى الذبات ومعنى أن نقول كلمة حق بوجه سلطان جائر حتى لو أحاطت بنا وحوش المعذبين والجلالين من كل حد وصوب وحتى إن امتدت وجبات التعذيب لعليام وشهور داخل السجون الانفرادية من هنا نقول يا حبتنا الأسرى والأسيرات أنتم يا تيجان الوطن ومفخرة الشعب إن جراحكم وعذاباتكم هي في ميزان أعمالكم وهي بعين الله تبارك وتعالى شكرا لصموركم وتباتكم على مدى الأعوام السابقة ومن نصر الله من عند الله اعتلاف شباب ثورة الرابع عشر من فبراو